اشتركوا في القناة من القلب فهو يذهب إلى القلب مباشرة أمين الفنان الوحيد الجزائري الذي توج مسبقا بهذا اللقب وها أنت ذا مرة أخرى تتوج به مرة أخرى شعورك للمرة الثانية وأنت تفوز بجائزة السلام المقدمة من قبل يونسكو وهي جائزة كبيرة لا يحظى بها كثير من الفنان حاجة الأولى أنها شرف كبير لي أولا كفنان وأيضا كجزائري كفنان جزائري لكي نعبر على كل الثقافة الجزائري عبر المهام النشاط في اليونسكو عبر الأوركسترة الدولية الفيلهارمونية التي تابعنا في اليونسكو وتقريبا العديد من السنوات نحن حابين لكي نظهر الموسيقى الجزائري على السحة الدولية أيضا بقاسم مشترك وهذا القاسم مشترك هو الأوركسترة السنفونية لهذا قمنا بالعديد من الموسيقى الجزائري على النمط السنفوني بإدخال آلات جزائرية تقليدية في الأوركسترة وبالطبع لهذه الموسيقى الجزائري نحن ندونوها ونكتبوها والأوركسترة الدولية تعزفها وأيضا فيها محنة كورال وعملت أيضا نوبة من نوبات الموسيقى العربية الأندلسية اللي هم اغنوها باللغة العربية كفقرة أولى وبعدين عملنا مثلا سنفونيا رقم 9 لبيتوفن هذا في إطار برنامج الحوارة بين الحضارات عبر الموسيقى عبر الموسيقى